عشر وصايا لقلب مطمئن أرغم كثرة الرزايا لا تجعل رصيدك من الإيمان صفرا، فالقلوب المفلسة هي اليائسة. لن ينفعك أحد لو سقطت من عين الله الأحد، فليكن همك نجاة نفسك عندما يكثر سقوط غيرك. الإناء الفارغ لن يملأ الأكواب، فعبئ إناءك ما استطعت، فما أتعب أمتنا إلا كثرة الفارغين. لا يهولنك اجتداد الظلام، فشمعة من النور تبدد ظلام الدور، فكن شمعة دارك بدلا من أن تلعن ظلامك. إذا لم تستطع في المحنة أن تكون نعيم بن مسعود الذكي أو أبو بصير القوي، فكن صاحب القلب النقي والدمع السخي، وانصر الإسلام بحسن طويتك وطول استغاثتك. لا تحتقرن جهدا، فصغار الحشرات أكلت عصى سليمان، والأرضة قضت على صحيفة قريش يوم حاصر النبي وصحبه في الشعب، فبذل للدين ولو قليلا، فعما قليل تصير القطرات بحرا. لا تجالسن القانطين اليائسين كثيرا، فالقلوب أوان مستطرقة، والأمة أحوج ما تكون الآن إلى القلوب الآملة المشرقة. ولو شاء ربك ما فعلوه، فانشغل بمن يعود الأمر إليه، عما لا يملك النفس الذي يخرج من رئتيه، اسع سعيك وتعلق بربك. لا توقف خيرا كنت تبذله لاستطالة الطريق، فما تأخر الفرج إلا ليتبين القوي ممن أصابه المرض والعرج. اجعلوا بيوتكم عند المحن كبيت أبي بكر، الرجل يبذل والزوج تعين والولد يأتي بالخبر والبنت تحمل الزاد إلى الغار، وأصغرهن تقوي ظهورهن بالدعاء. ليتنا نعيد إلى البيوت النور، فقد أصابها لفقدانه السأم والفتور. موسيقى